بعد مفاوضات ماراتونية استمرت لحوالي الأربعة شهر الضم من نجم نجم السليم صغرطة إدمون شحادي اللي زار الامتي فيه حصريا بعد توقيعه على عقد اندمامه إلى النادي الجماهيري من وقت رحيل نجم حسن معتوء إلى الأنصار فتح النجم باب التفاوض مع السليم صغرطة للخصول على خدمات إدمون شحادي اللي لقى فيه الخليفة المناسب لرقم عشر السابق والقادر على ملء الفراغ بمركز الجناح وتشكيل الإضافة الهجومية المطلوبة شحادي وقع اليوم على كشفات النبيذة ليحمل بالتالي مسئولية كبيرة ومهمة أساسية بتتمثل بإعادة النجمة إلى منصة التتويج كل لعب لبناني حلم ويلعب مع نادي النجمة علي مسئولية كبيرة على كل اللاعب أكيد إن شاء الله الله يوفقنا هالسنة ونحاقب بطولات لهذا الفريق الكبير وجمهور الكتير كبير ومن دون شاك وصول نجم السلام إلى المنارة رح يكون إضافة كبيرة للنجمويين لكن الأمور على ما يبدو ما انتهت بسوق الانتقالات بظل استعي للحصول على المزيد من الأمضاءات عم نفاوض على لاعب ممكن يجي ممكن لا يعني هو كمان بيكون لاعب أو لعبان كمان خانا قول لعبان ممكن كمان هولي بعض ينضموا للفريق لندعم الفريق أكتر بس اليوم الفريق يعتبر اليوم كامل وجاهز إذن يوم مثمر للنجمة فهو إلى جانب ضمه لشحادي كان مدد عقد لاعبه الشاب خليل بدر لثلاث سنوات وضم الظاهير الأيسر اللبناني الكندي محمد جواد عبد الله ليعزز تشكيلته أكتر قبل أقل من عشر تيين فقط على انطلاء الدوري